اكد صاحب السمو الملكي الامير خليف بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان للرياضة اسهام بارز في تعزيز التقارب والتواصل بين الشعوب والارتقاء بالثروات والطاقات البشرية من خلال ما تغرسه في النفوس من قيم وخصال حميدة مشهيدا سموه بما تحققه مملكة البحرين من نجاحات متواصلة في استضافة البطولات الاقليمية والدولية وحصد المراكز المتقدمة في مختلف الانشطة والالعاب الرياضية جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الاجذيبية اليوم سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة حيث قدم لسموه السيد باتريك باومان سكرتير عامل اتحاد الدولي لكرة السلة وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة سكرتير عامل اتحاد الدولي لكرة السلة الى مملكة البحرين مشيدا سموه بمستوى التعاون القائم بين الاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد البحريني لكرة السلة والذي يسهم بدور بناء فالارتقاء بواقع هذه اللعبة التي تحظى بجماهيرية كبيرة في البحرين واكد سموه ان احتضان مملكة البحرين لفعاليات المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهايات كأس اسيا في كرة السلة يجسد ثقة كبيرة في قدرات المملكة بما لديها من مشاءات رياضية حديثة جعلتها قادر على استضافة اكبر البطولات العالمية في شتى اللعبات وعرب سموه عن اتزاز مملكة البحرين باستضافة هذه التصفيات التي تضم مجموعة متميزة من متخبات الدول الشقيقة والصديقة متمنيا سموه للجميع التوفيق وتحقيق ما يتطلعون اليه من مراكز متقدمة كما اشار سموه بالجهود التي يقوم بها سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في سبيل تطوير هذه اللعبة على مستوى الاندية والمنتخبات والتي اثمرت عن تحقيق لعبة كرة السلة البحرينية نجاحات كبيرة في مختلف المنافسات الاقليمية والدولية واشار سموه الى ان زيارة السكرتير عامل اتحاد الدولي لكرة السلة الى البحرين تعكس ما يجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سويسرا الصديقة من علاقات تعاون وثيقة مؤكدا سموه ان البحرين تحرص على تنمية علاقاتها مع مختلف الدول في اطار التفاهم والاحترام المتبادل والذي يلب تطلعات المشتركة من جانبه عرب سمو الشيخ عيسى بن علي الخريفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر للاتحاد البحريني لكرة السلة وجميع الاتحادات الرياضية وهو ما يعكس مدى ايمان سموه باهميته وقيمة الرياضة في بناء الانسان وتعزيز مساهمته في نهضة الوطن وتقدمه واكد سموه ان توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ورعايته الدائمة لابنائه من الرياضيين يشكل حافزا مستمرا لهم على بذل مزيد من الجهد الذي يرفع اسم مملكة البحرين ورايتها في مختلف المحافظ الرياضية من جهتها شارس كارتيرو عام الاتحاد الدولي لكرة السلة بما لمسه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من ايمان باهمية واثر الرياضة في تحقيق التواصل بين الشعوب متوجها بالشكر الى سموه على ما تحظى به كرة السلة من دعم كبير من لجن سموه والتي تحظى بشعبية واسعة في مملكة البحرين كما اعرب على سعادته بالتشرف بلقاء سموه والاستماع الى حديثه وقال ان سموه يتمتع بالحكمة والخبرة والتجارب الكبيرة معبرا عن امتنانه على ان سموه اتاح له فرصة هذا اللقاء ووصف شعب البحرين بانه ودود ومضياف مؤكدا ان المملكة البحرين سباقة في رعاية الشباب والاجيال الجديدة وتوفير كافة المقاومات التي تساعدهم على شق غمار المستقبل بكل اقتدار واكد ان استضافة البحرين لفعاليات المرحلة الثانية للتصفية المؤهلة لنهايات كأس آسيا في كرة السلة يؤكد ما تتمتع به المملكة من قدرات في التنظيم والاعداد وما تمتلكه من مشاءات رياضية وملاعب متطورة مشيدا بما بذله سمو الشيخ عيسى بن عري آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة من جهود كبيرة في تطوير كرة السلة البحرينية حتى وصلت الى هذه المكانة المتقدمة